ودع محافظ شمال سيناء محمد عبد الفاضيل شوشة حجاجة قرعة الجمعيات الاهلية قبل سفرهم إلى الأراضي السعودية لأداء فريدة الحج لهذا العام وأكد المحافظ أنه تقدم للحج لهذا العام 167.6 شخصا من الجمعيات الاهلية بشمال سيناء وأصفرت القرعة العلنية التي جرت بمقر وزارة التضامن الاجتماعية بالعاصمة الإدارية الجديدة مطلع إبريل الماضي عن فوز 42 شخصا منهم بتأشيرة الحج أشار المحافظ إلى توفير حافلة لنقلهم بالمجان من مدينة العريش إلى مطار القاهرة الدولية لمواصلة طريقهم إلى الأراضي المقدسة مشاددا على قيم الحجاج باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع الإصابة بأي فيروسات أو عدوى مع اتباع التعليمات والإرشادات خلال مناسك الحج والتنقلات والتي تضمن سلامتهم